اول زيارة ليا هنا في مطروح المشهد اللي انتوا شايفينه ده كنت دايما في برنامج احلام مواطن واحنا على شاشة المحور بحكيه من خلال التقارير مع الاستاذ عزة الطاهر او حتى علماء مؤسسة سوخي الماء ولكن بالنسبة لي كنت حريص جدا على زيارة ميدانية عشان ااكد دايما اللي بقوله لك اللي هو ايه لما تشوف وتعيش الواقع غير لما تتكلم هناك من الستوديو موجود معاكم النهاردة ليه العديد من المفاجآت هعلنها اتباعا ولكن افضل شيء لما تشوفوا ان انا تعرفت على صاحبي يوسف فاول تواجد لي في محافظة مطروح وتحديدا واحنا على طريق الدول السلوم وفي منطقة النجيلة خلوني في البداية عشان ابدأ اشرح لكم ان احنا دلوقت قدام احد ابيار مؤسسة سوخي الماء وطبعا خدوا في الاعتبار تماما ان هي معمولة بالشكل ده الامان اللي معمول بنسبة 100% ما فيش احتمال يبقى بير تقليدي بشكل ما فيهوش عناصر الامان زي ما انتو كنتو شفته في الفترة اللي فاتت وكمان بقى مواطر الرفع والحنافيات وبعد كده كمان هتلاقوا فيه بقى كلدير ومية ساعة يعني دي هتنزل ساعة كان بيقول لي الاستاذ عزت في حاجة هتبقى تم تركيبها كمان يعني بنعنى صح شيء اكتر من رائع طب ايه الهدف من اللقاء ده المرة دي الهدف ان انا اتعرف على صاحبي يوسف واقول لكم احنا موجودين النهاردة الكلام الجميل اللي قالولي قبل ما نبدأ ندور الكاميرا بتاعتنا ونسمعوا محضراتكم النهاردة زك يا يوسف فويس عندك كم سنة يا يوسف تمان يا تمان سنين يا يوسف وانت موجود في المنطقة دي تحاسس بفرحة لما شفت البير وانت كنت بتعدي والمنطقة دي ما فيهاش اي بير ودلوقتي بقى فيه بير وفيه حنافية وفيه مية حاجة خليتك مبسوطة يا يوسف اه تلعب الكرة انا بنيه نشربه منه اه يعني انتوا بالفعل سعب بتلعب الكرة وطيك تشربه اه يبقى يوسف انت واصحابك لما بتبقوا تعبنين من الكرة وبتبقى انت تشطفه وتشربه بتبقى حاجة سهلت عليك ما كنت مش بتشوفها قبل كده اه صح صح تخيلوا انتوا لما يوسف تمن سنين واساس السوق الالمية بقى لها تسع شهور او تمن شهور وكان بعد الفترة الزمنية القسيرة دي احد متين اربعة وخمسين بير تم حافظة مطروح كان البير ده يبقى يوسف وكل اصحابه اللي لسه في السن ده لما يبدأوا يتربوا على مية يشربوا منها على بيرو وهم بيلعبوا كرة يجوا تشطفوا فيه يبقى ربنا بيسبب الاسباب وبيجعل مؤسسة سوق المية بالتنصيق مع المحافظة انه هم يخلوا النشق ده معندوش لسه لهفة بق المية وليه دايما بتبقى الرسالة المهمة اللي احنا دايما بنأكد عليها انا بشكورك جدا بس عاوز افتح انا وانت المية عشان انت قلتلي مرة نشرب انا وانت بيدنا اليمين نشرب موسيقى موسيقى